مركز دولي لمكافحة إرهاب في سيناء ده شيء كويس ولا شيء غير حسن أولا يعني هو المفروض نوضح يعني أولا هو اعتراف الأمم المتحدة على لسان من دوبها بأن مصر هي الدولة القادرة على مواجهة الإرهاب ومكافحة الإرهاب ومقاومة الإرهاب اعتراف واضح وصريح من الدول العالم بأن مصر هي من تقف واجه الإرهاب هذا الكلام أعتقد أنه قد سبق وأنسى معناه عبر العديد من المحافل الدولية لا سيما بعد كلمة السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر الرياض التي اتخذت فيما بعد كخارطة طريق وتم تدوينها في الأمم المتحدة كخارطة طريق لخطط مكافحة الإرهاب على المستوى البعيد والقريب ولكن هناك بعض الإضاحات في فرق كبير ما بين عملات مكافحة الإرهاب وعملات مقاومة الإرهاب عملات مكافحة الإرهاب المختص بها هو الأجهزة الأمنية بالدولة وتختص بيه جمع المعلومات ومحاولة درء الخطر قبل وقوعه المكافحة بالتأكيد المكافحة هي جمع المعلومة ودرء الخطر قبل وقوعه حتى يعني إذا كان الاجتماع كان مع السيد الوزير محمد عرفان رئيسية القابل الإدارية نسمع عن مكافحة الفساد صحيح مكافحة الفساد هو السير بخطوات سريعة وبطيئة لمحاولة اجتساس جذور الفساد من أصله منعه قبل وقوعه وعدم التعامل معه وعدم التعامل جويس بالتأكيد ولكن إذا تكلمنا بالمنظور الذي تفضلت وتكلمت به وهو مفهوم القوى العسكرية المصطلح الأدق وعمليات مقاومة الإرهاب وهي المتعلق أو متخصصة بالوحدات العسكرية الخاصة بالأعمال العسكرية كمدهمات أو مكافحة كل ما هو متعلق بالعملات الإرهابية من خطف احتجاز الرهاين أو المدهمات لأماكن تمركزات الإرهابيين أو القضاء على تمركزات الإرهابيين مثل ما يحدث في العملية الشاملة سنة 2018 هذا الأمر أعتقد أن مصر قد حسمته منذ سنوات وسنوات أن لا توجد أو لن يسمح بأي تواجد أي قوات أجنبية تحت أي مسامة على الأراضي المصرية لأننا أعتقد أن الجيش المصري القوى العشر عالمياً تستطيع أن تزود بنفسها عن كل ما يهدد الأمن القوم المصري ولا تحتاج إلى قوات أخرى للمعاونة هذا الأمر أعتقد أنه يفسر الآن مجرد دعوات من الأمم المتحدة لوجود مركز لمكافحة الرهاب أعتقد أنه لتبادل المعلومات وتتبادل الخبرات يعني في رأيي أن هذا الأمر حتى الآن مازال متواجداً ومازال قائماً مسألة تبادل المعلومات ومحاولة تعقب التنظيمات الإرهابية أو معنى أدق محاولة قطع التمويل من دول بعينها التي تمد وتمنح هذه التنظيمات أو هذه الحركات الإرهابية الدعم اللوجستيك والدعم المادي والدعم العسكري طبعاً العالم كله بيخشى من الإرهاب الآن بيرتعب ترتعد فرائصه من الإرهاب الغرب وأمريكا والعالم كله ومصر تحديد في سيناء يعني عمل التقدم بالفعل تخلصت من أكثر من أعداد كبيرة من الإرهابيين التكفريين قبضت على مجموعة منهم من قبض عليه بيتم التحقيق معه ليس كل ما يقال ينشر في الإعلام ليس كل التحقيقات اللي بتطلع يعني اللي بيبدأ عليه ده ما بيقول التمويل الجاي منين ومين اللي مجنده وإم تتم تجنيده المهام المكلف بيها نعم الكلام ده مش بيطلع بالتأكيد صحيح هل هي أطماع من الغرب في المعلومات التي حصلت عليها مصر تستطيع أن تقول أن مصر باتت تضع يدها على كل من كان يمول الإرهاب تحت ساتر بعض الدول كانت تمول الإرهاب وتمول حركات الإرهابية تحت ساتر وظهر ذلك جليا بمدع مجالا للشك خلال التحقيقات التي سبق وأن أعلن النائب العام عنها وليس بالأمس القريب بعد التحقيقات تم الإعلان عنها من بعض المتهمين في ولاية السيناء باستهدافهم القوات المسلحة وقوات الشرطة صحيح وعندهم الأمر بالتقسيم بالتأكيد هذا بخلاف الاعتقاد الفكري أو التقسيم العقائدي للمجتمع المصري كل هذه الأمور أعتقد أن مصر الآن باتت أكثر قوة وأكثر حنكة فيما لدها من المعلومات عن من هم المنولين الأصريليين الراعين لحركات الإرهابية في الشرق الأوسط أو تصديرها للشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر